السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات المستوى الثاني قسم علوم طبية مخبرية أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله اليوم نعطي تكملة المحاضرة اللي حكينا رح نشرحها على ورق مع ضرب الأمثلة لحتى نعمق الفهم للمحاضرة المسجلة كانت محاضرتنا بعنوان وحكينا في المحاضرة أنه أنا في عندي عدة أنواع من المحاليل المستخدمة في المختبرات الطبية من هاي المحاليل الرياجنت أربع أنواع والصبغات البوفرز والستاندرد حكينا عن الرياجنت هو اللي بيعمل لي تشينج تمام هو المادة المتفاعلة اللي بنضيفها على العينة بتعمل لي تشينج تغير مجرابل يعني إما يمكن قياسه أو يمكن ملاحظته هذا التغير التي يحدثه على العينة بمجرد ما أنه يتفاعل مع العينة للكشف عن مادة معينة أو يعني عن جزء من العينة مراد قياسه أو مراد فحصه النوع الآخر من المحاليل كان هو الصبغات النوع الثاني من المحاليل حكينا اللي هو الصبغات اللي بيعطيني مكون من طبعا من colored dyes اللي هي صبغات ملونة تكسب العينة artificial color أو لون مكتسب أو لون إصطناعي لحتى أن يتمكن من رؤيتها تحت المايكروسكوب النوع الثالث من المحاليل كان البوفر اللي هو المحلول الضابط للBH هذا النوع من المحاليل control BH هذا وظيفته ومن خصائصه أنه هو resisted change in BH بيقاوم التغير في الBH النوع الرابع اللي هو الstandard طبعا أنا حكيهاهم مش بالترتيب زي ما هما بالمحاضرة فيعني بس للذكر standards هو المحاليل القياسية تمام الstandard هي عبارة عن محاليل قياسية أو معيارية ومأهم ما يميزها أنها إلها non concentration تمام non concentration تركيز معلوم طبعا إحنا حكينا أنه استخدام الstandard solution أنه أنا لأنه تركيزها بيكون معلوم بجيب تركيز مجهول في العينة بدلالة هذا المعلوم كيف يحدث هذا لو فرضت أنه أنا في عمدي عينة فيها سامبل طبعا نبوب في عينة والنبوب آخر فيه محلول standard تمام لو أنا بدي أقيس مستوى السكر في الدم بدي أقيس الجلوكوز اللي موجود في الدم وهذا المحلول طبعا أكيد هيكون محلول جلوكوز معلوم التركيز لعشان أنا أقارنه مع العينة ما بنفعش مثلا أنا أجيب بدي أقيس سكر أجيب standard محلول بروتين لا لازم يكون من نفس النوع علشان أنا أستخدمه كمحلول معلوم التركيز وأجيب المجهول بدلالته تمام هذا بالنسبة لمن لا السامبل بدي أعقيس تركيز الجلوكوز اللي موجود فيها وفي عندي محلول standard أيضا موجود فيه جلوكوز معلوم التركيز من الجلوكوز بدي أنا من خلال التجربة أستخدمه كمحلول معياري أو قياسي أول إشي بدي أعمله بدي أضيف أنا الرياجنت وهو اللي هي المادة المتفاعلة على كل من السامبل وي الستاندرد رح أضيف الرياجنت المادة المتفاعلة طبعا المادة المتفاعلة هذي أو اللي رح تعطيني تشينج رح تعطيني مجارة بالأورنوتيكابلي تشينج طبعا هتتفاعل مع الجلوكوز وتعطيني تغير تغير ممكن يكون في اللون أو كذا دربنا مثال أنه نفرض أنه تغير لون وأعطاني لون بنك مثلا لو مثلا هنا أعطاني لون بنك تمام وهنا أعطاني أيضا لون بنك آخر على فرض أنه التركيز هنا عبارة عن 100 ميلي جرام بير دي سي لتر بالنسبة للستاندرد تمام 100 ميلي جرام بير دي سي لتر وأنا دخلت العينة السامبل هذي والستاندرد على جهاز يقيس لشدة اللون على فرض أنه أعطاني هنا شدة اللون كانت اثنين وهنا أعطاني واحد إذا هنا شدة اللون نصف شدة اللون للستاندرد معناها التركيز إذا كان هنا 100 معناها يكون التركيز هنا 50 على فرض أنه أعطاني على فرض أنه أعطاني شدة لون أقوى هنا بنك تمام فالجهاز قاسها على أساس أنها هي أربعة تمام وهنا اثنين فلنفرض أنه الاثنين كان تركيزها 100 تمام الاثنين كان تركيزها 100 الاربعة كم رح يكون تركيزها رح يكون تركيزها 200 اللي هو الضعف فبالتالي هي بهذا الشكل أو بهذا المبدأ أنا بجيب تركيز المواد أو المكونات للعينة تمام المجهولة بدلالة معلوم على وهو الستاندرد هاد فكرة استخدام الستاندرد سيليوشن في معرفة التركيز المجهولة تمام وهي دور الرياجنت دور الرياجنت هو الكشف وأنه يعطيني تشينج يعطيني تغير تمام إذن هيك خلصنا شرحنا الرياجنت والستاندرد أكتر الستين حكينا إنه عبارة عن صبغة بيعطي مكونة من color dye وتكسب المكونات العينة artificial color لحتى نتمكن من رؤيتها تحت المايكروسكوب من خلال هذه الصبغات أنا بتمكن رؤية العينات بشكل أوضح ومكوناتها سواء كانت خلايا أملاح مايكروبات بكتيريا فطريات طفيليات كل أنواع المكونات لداخل الخلية ممكن تصبغطها ورؤيتها تحت المايكروسكوب بالنسبة للبفر هو عبارة عن محلول حكينا ضابط للبيئاتش يقاوم التغير في البيئاتش وحكينا إنه هو بدي يكون مكون من إيش إما من weak acid مع strong base طبعته تمام أو العكس strong acid وال weak base طبعته وفي الملزمة شرح لكم إنه هو ممكن يكون مكون من weak acid والsalt طبعه هي نفس المعنى خلينا نضرب مثال هاي في عندي هانا CH3COOH اللي هو عبارة عن هذا acetic acid تمام acetic acid الacetic acid هذا عبارة عن weak acid تمام ممكن أنا أكون بفر باستخدامه مع وجود CH3COO- اللي هو الايوناتد فورم طبعه الايوناتد فورم طبعه هادا بسميه acetate تمام وهو عبارة عن ملح وهو إله خواص إنه هو strong base تمام وهو متأين بكون إله خواص إنه strong base هدول اتنين مع بعض بكونوا بفر إذن إما weak acid و strong base أو weak acid والconjugate base أو weak acid والsalt طبعه نفس المعنى تمام؟ هذا بالنسبة لأنواع المحليل ومكوناتها طبعا إحنا شرحنا بالنسبة للمحليل هادي أيضا الاعتبارات اللي تطرقته راعة أثناء استخدامها وأثناء تحضيرها ومعلومات عن كيفية الحفظ والخواص اللي لازم تتوفر فيها علشان أنا أعتبرها سواء كانت reagent أو أعتبرها standard أو أعتبرها buffer وهكذا طيب بعد هيك حكينا طبعا حكينا عن أنواع standard solution إنه primary standard و secondary standard وفي النهاية حكينا إنه المحليل هادي لما أنا بدي أعبر عن التركيز تبعها لازم أنا أستخدم التركيز مثلا أحكي concentration و ال unit طبعته تمام أحكي عن concentration و ال unit بقى بنفعش مثلا أحكي والله محلول ضربنا مثال في المحاضرة المسجلة قلنا بنفعش أنا أجيب محلول تركيزه 50 وأقول إنه 50 وبس طب 50 إيش طب يعني طب يعني أنا بدي أفهم هو يعني بأي وحدة علشان أعرف مدى قوة التركيز طبعه فبالتالي إنه لازم أنا أعبر عن المحلول بالconcentration بالرقم و ال unit طمام وحكينا إنه في عندي نوعين من ال units من الوحدات تستخدم للتعبير عن ال concentration في نوع اسمه physical طمام physical units و النوع الآخر بنسميه اللي هو chemical units تمام طيب نيجي نحكي لها على physical units من اسمها وحدات فيزيائية يعني بنعبر بالوزن مثلا بالجرام بالطول مثلا length بالسنتيمتر الحجم بالأمقل هذه الوحدات المعيارية اللي إنتوا أخدتوها أكيد يعني أعتقد تكون مرت معاكم بمساق الفيزياء طبعا لو في عندي ثلاث أنواع من الوحدات اللي هما wait to volume wait to wait أو wait bare volume wait bare weight و volume bare volume أنا بحكيها wait to volume ratio نفس الكلام يعني لما أقول wait to volume أو wait bare volume نفس المعنى طيب نفرض إنه في عندي محلول هذا المحلول مثلا NA CL تمام محلول ملح الطعام ال-NACL هذا تركيزه 30% تمام خلينا نشوف إيش معنى كلمة 30% طبعا هو موجود في distilled water السولفنت طبعا طيب محلول ال-NACL السوليوت عندي NACL تمام والسولفنت ال-Distilled Water إحنا حكينا إنه أي محلول بيكون مكون من سوليوت تمام اللي هي المادة المذابة والسولفنت المذيب تمام ال-NACL هي المادة المذابة والسولفنت ال-Distilled Water هو المذيب خلينا نحكي إنه تركيزه 30% خلينا نشوف إيش يعني 30% لو 30% لو كانت الوحدة wait to volume لو كانت الوحدة 30% wait bare volume تمام من ال-NACL معناها أنا استخدمت 30 جرام طبعا هذا هذا solute وهذا solvent بيكون تمام أنا استخدمت 30 جرام من السوليوت اللي هو إيش هو عبارة عن إيش NACL 30 جرام تمام لأنها wait تمام من ال-NACL واخدت كمان 100 أم أم لأنه volume من مين من السولفنت اللي هو عبارة عن إيش distilled water هذا كان في حال لو أنا استخدمت 30% wait to volume NACL طيب لو كان في عندي 30% wait bare volume أو wait bare weight تمام NACL إيش نا نعمل معناها طبعا إحنا عرف عرفين إنه هذا للسوليوت وهذا للسولفنت تمام 30 إيش ال-Wate جرام على 70 جرام أنا ما بحط المية كاملة زي ما هي لا أنا بكمل تكميل بحيث إنه يكون total تمام عندي مية أنا من وين جبت المية هادي هاي ها 100% تمام من النسبة المئوية اللي هنا هذا معناها إنه لما أقول 30% wait bare weight لما أحكي 30% لما أحكي 30% تمام wait أو سوري volume bare volume إيش معناها هذا للسوليوت 30 أم أل تمام وهذا للسولفنت 70 أم أل أكمل التكميل وحكيت لكم في المحاضرة المسجلة إنه لما يكون الوحدات مختلفة أنا بحطي 30 زي ما هي والمية زي ما هي لما يكون الوحدات متشابهة per weight volume per volume أنا بكمل تكميل للمية يعني 30 جرام هيكون من ال NACL 70 جرام وليس أم أل من الدستلد ووتر لإنه أنا بعب per weight per weight لما أحكي volume per volume بدي أقول 30 أم أل من المحلول NACL و70 أم أل من السولفنت اللي هو دستلد ووتر هذا معناها إنه السوليوت اللي أنا بستخدمه ممكن يكون مادة باودر أوزنها تمام؟ وممكن يكون عبارة عن محلول بدي أخففه تمام؟ سيليوشن بدي أخففه تمام؟ فإذا هاي زي هنا أخذت 30 أم أل NACL طب ال NACL ملح طعام كيف بدي أنا أوزنه 30 أم أل؟ بيكون عبارة عن محلول وأنا بدي أكمله لل 70 عشان أصل لتركيز 30% يعني بدي أخفف طيب بالنسبة للكيميكال يونيتس حكينا إنه بعبر بالسبيسيفيكي جرافتي وممكن أعبر بوحدتين اللي هما المولاريتي والنورماليتي المولاريتي عبارة عن إيش المولاريتي قانونها؟ عبارة عن number of moles تمام؟ على الvolume per liter خلينا نفترض إن أنا مثلا عندي 2 جرام من ال H2SO4 المولاريتي تبعتهم قدش بدها تكون؟ تمام؟ خلينا نشوف هنا 2 جرام من ال H2SO4 كم المولاريتي تبعتها بدها تكون؟ طبعا ال number of moles هنا يا بنات عبارة عن إيش؟ عبارة عن الويت على الموليكيولار ويت تمام؟ طيب 2 جرام على الموليكيولار ويت لل H2SO4 98 سهل جدا نحسبها ها خلي أشطب الوحدة 2 على 98 هادي number of moles على الvolume per liter طبعا محضر بone liter نفترض على one liter بحسب قديش المولاريتي تبعته هذا اللي بتطلع معايا تمام؟ إذن المولاريتي نعيدها تاني تساوي number of moles على volume باللتر الحجم باللتر تمام؟ ويساوي number of moles هادي ايش بتساوي؟ بتساوي الويت على الموليكيولار ويت على كله طبعا هذا هو كله على ايش؟ على الvolume باللتر كانت عندي H2SO4 وزنتها قديش الويت؟ 2 جرام تمام؟ 2 جرام على الموليكيولار ويت قديش وزنتها؟ 98 طبعا جرام بير مول وحدة الموليكيولار ويت على الvolume باللتر وان لتر فبحسبها قديش بتطلع عندي المولاريتي تمام؟ هذا بالنسبة للمولاريتي طب النورماليتي النورماليتي معطيك إياها بالسليدات عبارة عن ايش؟ الموليكيولار ويت على الان الان هنا هي عبارة عن الإكويفيلانس الإكويفيلانس تمام؟ ايش يعني الإكويفيلانس؟ اللي هو التكافؤ تمام؟ يعني مثلا الـ الـ لما بيتقين ايش بيعطيني؟ سالب 2 تكافؤ 2 إذن النورماليتي لهذا المحلول هتكون الموليكيولار ويت 98 على 2 ويساوي 49 تمام؟ هذا بالنسبة طبعا ايش الوحدات هنا؟ بتطلع هنا بالنورمال 49 نورمال هنا المولاريتي لما أنا أحسبها بطلع عندي العدد ووحدة القياس مولار تمام؟ لأنها مولاريتي هذه هي الـ إذن حكينا عن المحاليل اللي تستخدم في المكتبرات الطبية وحكينا كيف أنا بقارن بجيب التركيز المجهول في العينة بدلالة الـ إيش الفكرة بالزبط؟ وحكينا أيضا عن الوحدات اللي هي الـ الـ وتطبيق عليهم تمام؟ بعد هيك انتقلنا لحتى نحكي عن الـ الـ تمام؟ في المحاضرة المسجلة الـ التخفيف دربتلكم مثال حكيتلكم أنه لو أنت عندك كوب حطيتي في معلقة سكر تمام؟ خلينا نفترض أنك أنت ضفتي معلقة سكر هنا وحطتيها وعبيتي لنصفها ماء تمام؟ فهنا سكر ها شجر حطينا طيب وهنا حطينا نفس المعلقة نفس الكمية وأنا عبيتها للآخر ماء تمام؟ تمام؟ إذن السوليوت عندي أشمالها عبارة عن شجر و السولفنت مين دستلد ووتر بس هانا عبيت للنص وهانا عبيت لكل الكاسة فعليا مين رح يكون طعمه أكثر حلاة؟ تمام؟ أكيد هذا تمام؟ هيكون اللي هي عندي سويت أكثر سويت أو اللي هي عندي مور سويت هذا لس سويت هيكون صح؟ ليش؟ لأنه أنا حضفت من السولفنت أكتر فتخفف أكتر طيب أصبح التخفيف هو عبارة عن أنه أنا أقلل من الكنسنتريشن من خلال أنه إيش أعمل؟ أضيف سولفنت وهذا هو التعريف اللي موجود في السليدات هو أنه أنا أعمل دي كريز لالكنسنتريشن من خلال أنه أديشن أعمل أديشن لمين؟ إضافة المزيد من السولفنت هذا تعريف الدليوشن تمام؟ وحكينا أنه الدليوشن يستخدم كتير في المختبرات الطبية في تحضير المحاليل فلازم إحنا نستوعب فكرته أمنيح حكينا أنه أنا في عندي نوعين من الدليوشن نوع بنسميه سيمبل دليوشن دليوشن بسيط ونوع آخر بنسميه الدليوشن السيريال تمام؟ السيريال دليوشن إيش يعني سيمبل دليوشن؟ يعني بخطوة واحدة بسير عدة ملتبل 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 ستبس وطبعا موجودة كلمة ملتبل بالسليدات ملتبليكاتف بروغريسيب ستبس تمام؟ هادي عدة خطوات مالش يعني العربي بعافية؟ عدة خطوات تمام؟ هذا الفرق ما بين السيمبل والسيريال طيب إيش يعني؟ يعني مثلا لما أنا يكون في عندي مادة بسميها خلينا أسميها ستوك أو أسميها أوريجينال المادة الأصلية اللي أنا بدي أخففها لو أنا أخدت منها فوليوم تمام؟ وحطيته في التيوب تبعتي تمام؟ وضفت هنا سولفنت معناها أنا هنا بخطوة واحدة يعني إن أنا بس نقلت منها التيوب وضفت سولفنت هذا بسميه سيمبل لكن السيريال إن أنا هيكون عندي ستوك تمام؟ وأنقل منه لتيوب ومنه أيضا لتيوب أخرى وهكذا لتيوب أخرى فيكون متسلسل يعني معقد أكثر فهذا بسميه السيريال حكينا معلومة إنه السيريال بيبلش كسيمبل يعني أول خطوة في السيريال هي عبارة عن سيمبل تمام؟ هايها أول خطوة في السيريال عبارة عن سيمبل بعدين بكمل كل ما اتعقد أكثر بيبطل سيمبل بيصير يعني إش ماله؟ بيصير سيريال وهكذا هاي الفرق ما بين السيمبل ديليوشن والسيريال ديليوشن هلا ناخد أمثلة على كل من السيمبل ديليوشن والسيريال ديليوشن لحتى نعرف كيف إحنا نحل المسائل المتعلقة بهذا الجزئية خلينا نحكي عن أول إشي السيمبل ديليوشن سيمبل ديليوشن سيمبل ديليوشن حكينا إنه هو يحدث أو يجري بخطوة واحدة يعني مثلا لا نفرض إنه أنا في عندي هنا تيوب تركيزها مثلا 200 ميلي جرام بير أمقل تمام؟ فيها محلول يوريا تمام؟ مادة اسمها يوريا لو أنا بدي أخذ منها من هنا وان أمقل وأحطها في تيوب والتيوب هذي فيها تسعة أمقل من السولفنت اللي نعتقد أو نفترض إنه هو ديستل دووتر إذن واحد أمقل من المحلول اللي تركيزه 200 تمام؟ هذا الواحد أمقل اللي كان تركيزه 200 أنا جيت حطيته وضبت عليه تسعة أضعاف الكمية من الديستل دووتر يعني حطيت وان أمقل وحطيت عليه تسعة كمان من الديستل دووتر إذن صار فيه تخفيف تمام؟ هنا حدث تخفيف كيف بتيجي الأسئلة على هذا النمط من النوع من الدليوشن؟ أول حاجة في قانون الدليوشن تمام؟ قانون الدليوشن هو عبارة عن الـ volume of concentrated تمام؟ على total or final volume volume تمام؟ وهذا طبعا القانون موجود معانا بالسليدات لو أنا جيت هنا حكيت إنه the ratio of concentrated of stick material of the total final volume of solution يعني معدل أو النسبة يعني قسمة ناتج قسمة مين؟ الحجم الـ concentrated لإيش؟ للـ final volume على total volume تمام؟ فهذا هو قانون الدليوشن قانون الدليوشن قانون الدليوشن هو volume of concentrated على total volume طب خلينا للمسألة هذه أو للجزئية هذه نحسب إيش هو يعني الدليوشن الـ volume of concentrated أنا قديش أخدت من من الـ stock من الـ original تبعي من المركز أخدت 1 أمقال إذن بحط 1 أمقال طيب total volume قديش صار في التيوبة اللي مخففة final volume عندي 1 زائد 9 تمام؟ ويساوي 1 على 10 تمام؟ 1 على 10 هذا هو الدليوشن طبع التيوبة هذه إذن هذه التيوبة مخففة 10 مرات من الـ original تمام؟ تركيزها عشر الـ original هاي هيك بحث بالدليوشن طيب مثلا لو كان عندي أنا المسألة هادي وبيقول لي احسب التركيز هنا كيف بدي أحسبه؟ أخدت قانون في التحليلية يساوي M V يساوي M شرطة V شرطة هذا ما قبل التخفيف تمام؟ وهذا بعد التخفيف كان صح؟ وموجود معنا بالسليدات نفس القانون ولكن بس احنا معبرين عنه بـ C V يساوي C V C 1 V 1 قبل التخفيف و C 2 V 2 بعد التخفيف تمام؟ طيب C 1 كم؟ كانت 200 بهذا المثال V 1 كانت لنفرض انه V مثلا هادي 10 أمقل حجمها هنا تمام؟ بس هي ما بتفيدني أنا بفيدني قدش أخدت من منه أخدت منه واحد عشان أخففه يعني ضرب واحد ماشي ضرب واحد هنا تمام السي 2 قدش هي المجهولة اللي مش معروفة ال V 2 تمام؟ البوليوم النهائي قدش صار صار عشرة في التيوب هنا تمام؟ واحد وتسعة عشرة فهي المسألة عوض فيها فهنا مثلا على 200 على سري على عشرة هنا على عشرة وهنا على عشرة بيروحوا هذول مع بعض وبيطلع ال Concentration C 2 20 تمام؟ 20 ايش؟ 20 نفس التركيز ميلي جرام بير أمقل ميلي جرام بير أمقل تمام؟ هذا هو التركيز الليتيوب إذا لاحظته الأصل 200 تمام؟ والمخففة 20 والمخففة حكيت لكم إشمالها عشر الأصل عشر المتين 20 تمام؟ فهي هنا يعني حلو الرابط أنه تربطوا المعلومات في بعضها البعض طيب كيف بتيجي الأسئلة أيضا على هذا الشكل؟ هاي هنا مثلا عندي مثال بالملزمة أو بالمحاضرة تبعتنا هاي بدي أحضر 45 أمقل من محلول يكون تركيزه 30% سيليوشن والستوك تبعي من الأصل اللي هو 70% تركيزه طبعا هذا كيف أنا بدي أطبق؟ هاي هلا بدي أطبقهم هاي هنا بدي أحضر أنا 30% محلول والفاينال فوليوم تبعه يكون 45 أنا بدي 45 أمقل من المحلول اللي تركيزه 30% من أوريجينال عندي 70% طب قديش أخذ من الأوريجينال مش معروف؟ بروح على C1 V1 يساوي C2 V2 والله بعد التخفيف التركيز يكون 30 والحجم النهائي بدي أحضر 45 وقبل التخفيف أنا عندي 70 فمش معروف عندي الفوليوم هذا قديش فعلى طول تعويض مباشر تمام فبقسم وبحسب بيطلع معايا الحجم زي ما هو موجود في السليدات 19.3 أمقل تمام؟ هذا بيجي هيك طيب ممكن يجي أيضا يجي عندي مثلا هاي تيوب أخذنا منها حجم معين تمام؟ بحيث أنه كانت هنا تركيز 50% صار 25% تمام؟ وهنا الحجم أو الفوليوم النهائي 5 أمقل تمام؟ فعلى طول بروح بحكي C1 V1 يساوي C2 V2 بعد التخفيف قدش التركيز 25% تمام؟ وقدش الفوليوم النهائي 5% طيب؟ بس أضبط الأوراق بس أضبط الأوراق علشان تكون واضحة في تمام؟ إذن هاي هنا تمام؟ تمام؟ إذن بعد التخفيف كان 25% والفوليوم كان 5% قبل التخفيف كان 50% بس أنا مش عارفة جديش أخدت من الأوريجينال تمام؟ على طول بروح ايش بعمل تعويض مباشر ويبطلع معي الحجم أعتقد أنه هيطلع 2.5 أمال تمام هيك؟ هادا بالنسبة لأسئل طبعا هادا إيش؟ هادا ال V1 تمام؟ يطلع عندي 2.5 طيب هادا بالنسبة لأسئلة طبعا هادا النوع من الأسئلة ايش بحكيلك؟ to make 8 أمقل أنا بدي أعمل 8 أمقل يعني الفوليوم النهائي بدي يكون 8 أمقل و 1 ل 20 يعني أنا التركيج بدي أعمل يعني مخفف 20 مرة يعني الأصل كان تركيزه 20 و بدي أخففه 20 مرة عشان أصل لواحد هيك معنى كلمة 1 لعشرين خلينا نشوف إيش يعني كيف أنا ممكن أطبق باستخدام القانون C1 V1 يساوي C2 V2 تمام؟ السي 1 هادا إيش كان عندي التركيز الأول كان عشرين مركز عشرين مرة والفوليوم هادا مش معروف تمام؟ والسي 2 بدي إياه مخففه مرة واحدة أنا بدي أخفف من عشرين لواحد مكتوب لي واق ون إن عشرين يعني من عشرين لواحد بدي أخليها تمام؟ الكنسنتريشن واحد في الفوليوم قدش الفوليوم قلي 8 أم قل بدي أحضر وعادي تعويض مباشر بجيب بقسم على عشرين على عشرين بأجيب هادي الفوليوم 1 تمام؟ هيك بالنسبة لمن؟ للبرايماري ديليوشن كله نفس الفكرة طيب؟ وكيف بجيب الدليوشن؟ حكينا إنه هو عبارة عن الراشيو أو النسبة ما بين الفوليوم الكنسنتريتد على التوتال فوليوم يعني مثلاً نرجع نضرب مثال آخر عشان نأكد الفكرة خلاص ونروح على غيرها مثلاً هاي في عندي تيوب تركيزها 3% تمام؟ أخدت منها واحد أو أخدت منها طبعاً هي خليني أخدت خمسة أمقال في تيوب وكان في عندي فيها خمسة أمقال تمام؟ فقديش الكنسنتريتشن هنا؟ بدي أروح أو سوري بلاش قبل أسأل عن الكنسنتريتشن قديش الدليوشن للتيوب هادي؟ الدليوشن قانون الدليوشن هو عبارة عن إيش؟ اللي جيبناه من السليدات هو عبارة عن الراشيو للفوليوم أوف كونسنتريتد صح؟ على التوتال فوليوم طيب أنا قديش أخدت من الكنسنتريتشن؟ أخدت خمسة تمام؟ على التوتال جديش خمسة زائد خمسة عشرة يعني خمسة على عشرة يعني نص تمام؟ هذا الدليوشن نص طب لو قلي إحسب الكنسنتريتشن عطول إيش بروح بعمله؟ بحكيله سي وان في وان في يساوي سي تو في تو سي وان قدش كان تركيزها ثلاثة في المية ثلاثة تمام؟ ضرب في وان قدش أخدت منها خمسة أم أل ويساوي سي تو اللي مش معروفة والفوليوم النهائي كان عندي عشرة خمسة وخمسة عشرة تمام؟ فإذن بعد هيك بأطبق فقط تطبيق مباشر للحسابات وبجيب اللي هو سيتو كاتب لي في السلايدات إنه الدليوشن عبارة عن إيش؟ عبارة عن الفوليوم أوف سامبل على التوتال فوليوم طب ياميس أنت حكيلي إن الفوليوم أوف كونسنتريتشن هنا طب إيش يعني إيش الفرق ما بينها؟